اهلا وسهلا بكم من جديد في هذا الجزء الأخير باش نرجع على قرار اتحاد إجابة عدم تسليم مواضيع الامتحانات بالنسبة للسوداسي الأول في هذا الصدد يحضر معنا زياد بن عمر المناسق العام مساعد الاتحاد الأسادة الجامعين البحثين التونسيين إجابة مرحبا بيك مرحبا بيك شكرا على الاستغافة مرحبا بيك نذكر فقط سيدة المشاهدين اللي انتي تحضر معنا في إطار حق الرد علي قالوا البرح زمينا محمد بوغلاب فقط انفكروا شنوري قال محمد بوغلاب ثم نعود للنقاش الاتفاق اللي يحكي وعليهم ما تصححش يعني في مجلس الأمن هاو شكونوا مصحح عليه من وزارة التعليم العالي صحح عليه مدير التعليم العالي ومدير عام بحث العلم مستشارة بدون الوزير ومستشار بدون الوزير هاي هذو ما يلزموه شكون يلزموه هذو ما صحي والاتفاق شفية صدقني تقرت ولي تضحى الاتفاق اي اعتبار نقابة ايجابة شريك رسمي فيما صار الاصلاح انا نعرف انه الفصل 45 مجالة الشغل يقول التفاوض فيما يتعلق بكل ما وزيدات يكون مع الطرف النقابة الاكثر تمثيلية مع احترامي ايجابة عندها في قلب بعض المؤسس هل هي الطرف النقابة الاكثر تمثيلية لي قلنا شريك في الاصلاح هذا اللي يطالبه ويه مش اصلاح كله زيادات مراجعة النظام الاساسي مراجعة سلم افقة تدرج المين اغرب حاجة لشفتها تتعهد الوزارة من خلال يعني زوز مديرين عامين زوز مستشارين باش تتعهد الوزارة بالترفيع في ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 0.75% من ميزانية الدولة زياد بن عمر هذا اللي قال محمد وغلب شنو تحكيمكم شكرا اول شي بالنسبة لناحية القانونية على السادة ممثلية وزارة تعليم العالي اللي صحه الاتفاق جبت معايا قرار من الرأد الرسمي بمقتضاء امر حكومي مؤرخ سنة 2017 اللي يعطي فيه تفويض في حق الامضاء الى السيد مدير التعليم العالي ماهر قصاب هذي النسخة اللي متشككش في قانونية التفويض والامضاء بالنسبة لمثلية وزارة تعليم العالي ثاني حاجة على مستوى الكواليس وقبل اللي صار الاتفاق متاع 7 جوان بعد اضراب دام 5 اشهر و 5 ايام بالنسبة لكواليس فما مجلس وزارة انعقد يوم 5 جوان 2018 اللي يفوض فيه الوزير التعليم العالي وفريقه الوزاري انه تقع الحل الازمة معتها بعد اضراب دام 5 اشهر و 5 ايام مهما كانت الازمة ذي وسيادها مسجل في المحاضر يوم 6 جوان ايضا وقع اجتماع ما بين السيد الرئيس الحكومة والسيد وزير المالية والسيد وزير التعليم العالي حول امكانية الرفع في ميزانية وزارة التعليم العالي والرد على مطلب الاسادة الجامعين اللي نحب نقول ان المطلب هذا كان منذ سنة 2015 ونظره في الامور التقنية اللي تتعلق بامكانية الرفع في ميزانية وزارة التعليم العالي اكثر من هكا يوم 7 جوان صباح صارت جلسة قبل ان نقعدوا احنا مع وزارة التعليم العالي قبل امضاء متع الاتفاق صارت جلسة ما بين ممثلي وزارة المالية وممثلي وزارة التعليم العالي في شؤون المالية وزارة التعليم العالي باش يتناقشوا في امر الترفيع في الازمة في ميزانية وزارة التعليم العالي اكثر من هكا احنا ما قلناش وزارة التعليم العالي باش تزيد وحدها في الميزانية الشي هذا كان بعد التواصل مع البرلمان مع لجنة التربية في البرلمان اللي عامناه الوقت اللي يتصلوا بنا قالونا نستغربوا كيفاش انتوما المطالب متاعناكم وما وصلتناش احنا وكنا نناقشوا في ميزانية البرلمان ونزيده في الميزانية جميع الكتال البرلمانية على اختلاف ألوانها وأشكالها اتصلت بنا وطلبوا مننا أن نحاولوا أن ننقذ السنة الجميعية خطر كنا على شبح سنة بيضاء وقالوا أن أي اتفاق تصلوا فيه مع وزارة التعليم العالي وأي معتها رفع في الميزانية نحن من نجمه كان نصادقوا عليه صحيح، ليس وزارة التعليم العالي اللي مش تقرروا حدا في الرفع في الميزانية ولكن بمصادقة البرلمان وتحت أشراف السيدة رئيس الحكومة وتحت أشراف السيد وزير المالية نحب نقول أنه قرابة ثمانية سواعة من التفاوض يوم سبعة جوانة 2018 كانت تحت أشراف مباشر من السيدة رئيس الحكومة من السيد وزير التعليم العالي هذي الأشياء اللي حبيت نقولها فما حاجة أخرى بربنا نحب نقولها بل ياخد الكلمة سي محمد في عشرين ثانية أنا نعتبر أنه الاتفاق تاريخي على خاطر هو كرس على مبدأ الواقع التعددية النقبية الاتفاق التاريخي لخاطر أول مرة تشوف أنت نقابة تطلب في الرفع في ميزانية البحث العلمي تعرف أني مهاش طالبين احنا دي تي كي رستوران ولا بنوات متاعي سنس الترفيع في ميزانية البحث العلمي يعني ابقاء الأستاذ الجامعي بالجامعة تونسية اللي نذكر أربع آلاف أستاذ جامعي على ثناش نالف خرجوا من تونس بالنقطة بالنقطة محمد بغليد لا أنا منعتبر شو روحي في عركة معناها مع إجابة ولكن لا لا معناها شوف أنا عندي وثيقة قرية الوثيقة الحد الأدنى من المعرفة يخليني نفهم تتعهد الوزارة بالترفيع في ميزانية التعليم العالي وبحث العلم كنت تنجم وتعمله الصيغة كما البند اللي من بعد ستة تتعهد الوزارة بالعمل على أنتو ما عملتوه إلزام أنا ما اللي بتقول لي مهار القصاب عنده حق صعحة أنا ما شككت شنو عنده الحق ولا ما عندوش أما يصح على شنو أنا تونعم معك كتب ونقول لك بعت لك قناة التاسعة معنا بقت شريطها أنت القناة ماهر القصاب يصحح لك هو واللوزوف مدير عام واللوزوف مستشارين يقول لك تتعهد الوزارة ترفع في ميزانية يعني الوزارة مجلس النواب يصادق على الميزانية ما يرفعش الميزانية مجلس النواب ليس هو اللي يحدد ميزانية وزارة تعليم العالي يا سيد محمد ميزانية وزارة تعليم العالي الحكومة اللي صار هو تحت إشراف رئاس بالوحيد بالوحيد أنا اللي همني أنه أنت التعدوية النقابية ما تقلق حد وقتا تكون فيها تمثيلية أما تقول لإضراب عام نأول ديم خمسة شهور خمسة شهور والسنارة مش فقط يعني يعني عدم تسليم الامتحانات لا مواصلت حاجب أعداد الأشغال التطبيقية لم تنع عن إعطاء تقرر البحث السنوية الفردية لم تنع عن تقرر عام نقابي هذا متاع جسكو بوتيست للحد الأقصى من الضربة لولا هل يعقل اليوم في مؤسسة جامعية طالقة طالب يعدي وطالب ما يعديش؟ هل يعقل هذا؟ دعيني قملوا تنجي نحن نتحاول نتحاول كل الطلبة كل الطلبات تدحموا تنظروا تقرروا تدعم كان كلامك مقنع صحة وفرحة والفيدة في هنا أنا لا عندي الريبحة لخاسر أما كل الطلبة بشمعناها أن ندخل إن عدي ولأخر يدخل يا قاو أستاذ يقولوا لا يا أخو يا ما تعديش عندي كداش من طالب معني بالمسألة هذي؟ كل الطلبة بالجامعة تنسية معني نحن نرى نحن نرى أخوة إذا كان جيسي محمد قال جيسكو بوتيزم جينا ملول نحن من 2015 نحن نتحرك بعثنا مراسلات طلبنا مقابلات عملنا وقفات احتجاجية عام 2015 عملنا وقفة احتجاجية عام 2016 عملنا زوز وقفات احتجاجية عام 2016 هددنا بالإضراب الإداري عملنا ثلاثة وقفات احتجاجية اتصلنا بالبرلمانين اتصلنا بالرئاس الحكومة اثناها ربسنا الشارع الحمرة أضربنا ثلاث أيام ثم أضربنا ثلاث أيام أخرين إيش وش نعمل وشو نعمل وقراب في أردو بشيوس والطالب هو ذنبه في هذا يكون شنو مصير يقعد مغير امتيحانات السنة الفارتة نذكره شنو اللي صار بالذكر سناها أنا على أبواب إعادة نفس السيناريو يلزم المواطن التونسي والطالب والولي يفهم أن الجامعة العمومية اللي تعطي في المعرفة واللي تعطي في العلم واللي تعطي في المناعة واللي تعطي في الفن واللي تعطي في الفكر الحر اليوم مهدى على خاطر ميزانية وزارة التعليم العالي سنة 2007 كانت قرابة 8% من ميزانية الدولة عام ناول وصلت إلى 4.3% من ميزانية الدولة السنة تحت إلى 4.0.3% ميزانية الدولة آلاف المليارات آلاف المليارات اللي ترتب عنها هجرت الآلاف من أسد الجميع قاعدين نشوفوا في وقت على البلاد قاعدين نشوفوا في دولة ويقف على ساقيها قاعدين نشوفوا اللي فلوس موجودة وهي ما حابش تعطيكم التعليم العالي مسألة أمن قومي مسألة أمن قومي التعليم العالي العمومي عنده علاقة بمنعة البلاد عنده علاقة باستقلال البلاد الطالبة ما عادش عندهم أساذي أطروا فيهم الأستاذ غير قادر على البحث تعرف أنت المشاركة في ملتقى علمي الأستاذ جامع تكلفوا على القل 5.000 دينار ميزانية البحث تحت بنسبة 0.75% شهد الدكتوراه ما عادش عندها قيمة فما قرابة 5.000 دكتور عاطل عن العمل إلى ما تامش نقوله أحنا نواصل ونقوله سقف الجامعة العمومية بش نهار ونشوفه أنه فما سياسة متاع الدولة يوم عيد الشجرة سيد الوزير مشاهد زراعة الشجرة في الجامعة الألمانية الجامعة الألمانية مش تجي لانسكريبسيون فيها مش تكون بعشرة ألف دينار وخمساشن ألف دينار ومصير الجامعة العمومية مش يكون الكيمة مصير المستشفى العمومي محمد بغاليب عندك ملاحظة الحقيقة الوضع ما يبشرش بخير معناه يعني أنه لساذي طالبه ويطالب معناه حقك ما يمعك عليه حد لكن أنك تمشي لحد الأقصى توعى من ناول إضراب خمسة شهور تتذكر الأزمة لو وصلتها وضع البلاد اليوم هل يحتمل هذا إذا في مستوى أساذة جامعيين ما تكونش فما قدرة مع وزارة التعليم العالي انتو ما نخبطوا النخبة إذا ما تكونش عندكم قدرة على إدارة الأزمة بطرق معناها أكثر سلمية مازالوية ثلاثين ثانية عليش دائم خمسة شهور على خاطر أحنا ملي بدين الإضراب لوزارة قاعدة متى رفضة الحوار وقبلت التحاور معنا إلا في نهاية شهر ما هذاك عليش دائم خمسة شهور أحنا رانا فتحيني دين الحوار بالنسبة لمسألة التمثيلية هذه أمر غير محسوم فيها ونعود نقول أنه أحنا في سلك الجامعين الباحثين أول حاجة إحنا النقابة الوحيد وأحنا نعتبر أنفسنا الأكثر تمثيلية وعمرها ما كان تحكي قالوا لوزيرة وعمنا ورفضت تفاوض يتفاوض مع النقابة الأكثر تمثيلية من بعد تراجع ليه يوم ثمانية جواء وصرح أقر اللي أحنا أكثر تمثيلية شكرا لك زياد بن عمر المناسق العام المساعد لاتحاد إجابة شكرا لكم من توم على حسن المتابعة شكرا لك محمد بغليب نتلقى غدوة في نفس التوقيت ستة ونصف موعد جديد في رنديو نوف تسفحة خير بسيكو شكرا لكم اشتركوا في القناة